العقيد تامر الرفاعي المتحدة العسكري للقوات المسلحة أكد أنه استمراراً لجهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب والعناصر الإجرامية بتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني ملاحقة العناصر التكفرية في شمال سيناء أصفرت نتائج المدهمات خلال الأيام القليلة الماضية عن مقتل أربع أفراد تكفريين شديد الخطورة واكتشاف وتدمير عدد من الأوكار بها كميات كبيرة من العبوات النسفة والمواد المتفجرة والاحتياجات الإدارية الخاصة بالعناصر التكفرية كمان تمكنت من ضبط عربة ربع نقل مخبأ بداخلها حوالي 25 ألف طلق الدخيرة وبعض المواد اللي بتستخدم في تصنيع العبوات النسفة على إحدى المعابر المؤدية للشمال سيناء هذا وبتواصل قوات الجيش الثاني الميداني استكمال عملياتها للقضاء على باقي البؤر الإرهابية واقتلاء قدور الإرهاب في شمال سيناء